السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتونا جدا من الاسبوع اللي فات لغاية النهاردة النهاردة معانا مواضيع مختلفة شوية جات لنا رسائل كتير قوي على الصفحة على الفيسبوك بخصوص حقوق الزوجات المراضي حقوق الزوجات وموضوع المحلل اللي انتشر في المجتمع بطريقة فضيعة خلص خدوه حاجة سهلة كده دلوقتي فطبعا عايزين نعرف أضراره إيه أو الغلط فيه إيه ومعينا الفقرة التانية المستشار سامير هدية رئيس جماعية المؤطم وهنشوف أعمال الجماعية إيه وطبعا معانا الشيخ حكمة هتطلع علينا ان شاء الله النهاردة مينيو اقتصادي فضيع بقى ويرب تخلصه بس قبل الهوى ما يخلص معانا يلا بقى ان شاء الله كده نبدأ أول فقرة معانا في أول ضيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ورجعنا لكم من الفاصل ومعينا في أول الفقرة الشيخ محمد نصر الدين ديوان من علماء الأزهر الشريف أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بسهد المشاهدين زي ما قلت لكده المقدمة الصغيرة عن العنوان اللي هنتكلم فيه النهاردة وهو حقوق الزوجات طبعا نتكلم فيها من الناحية الإسلامية وعايزين نعرف برضو الجزء الثاني موضوع المحلل اللي انتشر انتشار فضيع محلل 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 آه بكسر اللام الأولى كتير انتشر جدا دلوقتي نقول إيه بعد الحمد لله لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التزلل لعظمته ولا غناء إلا في الافتقار لرحمته إن تطيعوه فلا تنفعوه وإن تعصوه فلا تضروه قائم بنفسه سبحانه مستغن عن خلقه والصلاة والسلام على خير الأنام الذي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبلغها عن رب العالمين في بداية الأمر أقول إن الزواج ما شرع إلا للمودة والرحمة ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها هذا هو السكن السكن النفسي جاي من السكينة من الهدوء من الطمأنينة من الراحة ومع هذا السكن المودة والرحمة إذن الزواج في أصله خلق لكم من أنفسكم من نفسك أنت لا من شيء خارج عنك زوجة لتسكن إليها وخلق لك زوجا لتسكن إليه فكلا الزوج والزوجة كلاهما يسكن كل منهما للآخر وينتج عن هذا السكن المودة والرحمة وكل واحد بيبقى لي حقوق نحيط التين إن تكلمنا في الحقوق فكل حق يقابله حق واجب أي واجب فأنت يعني تأخذ حقك وتؤدي واجبك بل الإسلام أمر في الابتداء أن نؤدي أمر في الابتداء أن نؤدي الحقوق ثم نأخذ الواجبات يعني أنا عندي حق ابتداء أؤدي ما علي من حقوق ثم بعد ذلك أطلب ما علي من واجبات ثم بعد ذلك أطلب ما لي من حقوق فعندما أتكلم ابتداء عن الزوجة وعن حقها في الرجل حقها كثير النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجال شقائق النساء الرجال شقائق النساء ليس للرجل على المرأة إلا حقا واحدة إلا حقا واحدة الله عز وجل قال وللرجال عليهن درجة هي درجة واحدة الرجال قوامون على النساء هي درجة واحدة أما فيما دون ذلك الرجال شقائق النساء للمرأة على الرجل أمور كثيرة عظيمة يعني قد يعدها البعض ست أمور ولكن عندما نعدها بالطريقة التي نتعمق في الشرع فيها سنجد أن للمرأة حقوق كثيرة ولكن هذه الحقوق يقابلها واجبات يعني أنا لا أريد أن أصلت الضوء فقط على حقوق المرأة فتظن المرأة بهكذا أنها امتلكت الرجل وليس من حقها أن تؤدي لا لا كل واحد بيبقى عليه حقوق فعلا بس إحنا الموضوع عندنا النهاردة أنتكلم بس على حقوق الزوجة أريد أن أعرف حقوق الزوجة أنا أعرف حقوق الزوجة ولكن أقول للست الزوجة ليس معنى ذلك سيدة الكريمة الفاضلة أنه ليس عليك واجبات بل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظم حق الرجل عليك قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها جاي سيدنا من اليمن فبيسجد لرسول الله فبيسألوا قالوا رأيتهم كده في اليمن وأنت أولى بذلك قال لا لا نسجد إلا لله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها أو لعظم حقه عليها ليس هذا وحسب بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن جسد الرجل قيحا وصديدا فلعقته معذرة هذا كلام النبي فلعقته المرأة بلسانها ما وفت زوجها حقه إذن للزوج حق عظيم هل معنى ذلك أنه يستعبد هذه الأمة التي وضعها الله عز وجل تحته لا وألف لا بل أمر الإسلام أن في البداية أمر الإسلام لها بالصداق بمهرها حتى يتم العقل والصداق يكون منهما هو مقدم ومنهما هو مؤخر بحسب تيسير الحال وهذا المهر يدفع الحسب هما متفقين على إيه؟ هذا المهر يدفع سواء كان مؤخر أو مقدم ارتبط في ذهن الناس أن المرأة لا تأخذ مؤخر الصداق إلا بعد الطلاق هذا قمر مش مظبوط مش صح المرأة تأخذ صداقها بقية صداقها أو مؤخر صداقها سواء استمر الزواج أم لم يستمر وإن ناسي الزوج أو إن شغلوا في أمور حياتهم ومات يجب قضاء هذا الصداق مؤخر الصداق من تركته إلا إذا سمحت المرأة فيه يبقى أول حق لها الصداق فبليها إيه تاني؟ الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لها حق النفقة يعني إيه حق النفقة؟ أنا الآن رجل فقير تزواجته من امرأة غنية أصرف عليها بمصاريفي أنا ولا بمصاريفها هي؟ لا بمصاريفي أنا بمصاريفي أنا كزوج بالظبط يعني أنا مليش علاقة بملها مهما بلغ لو بلغ قنوز الأرض كلها هذه المرأة مسؤولة أمام الله عز وجل مني بل انتقلت ولاية أمرها من أبيها إلى زوجها النقطة دي بس معليش أنا ففيها حتة الفلوس ما بين الزوج والزوجة دي عشان بيبقى فيها خلاف كتير الزوج في أزواج بيقولوا إن طالما الزوجة بتشتغل وبيتقبط كل أول شهر وبتاخد وقت من البيت يبقى الفلوس ده أو المرتب ده حق للبيت المفروض إيه يتصرف معاه زيه إن دين الإسلام العظيم قد راع الحقوق كما راع الواجبات هذا الوقت هو بالفعل وقت الرجل وقت بيته وقت أولاده يعني يريد أن يراها جميلة يريد أن يراها في أبها حلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها أسراته يريد أن تجيبه وتلبيه فيما له ولكن هنا الدين في حتة كده بيكون مارن فيها ليه مارن؟ حاجة على حساب حاجة لأ الدين مارن علشان خاطر مش كل ظروف الناس زي بعضها علشان يحتوي كل ظروف الناس أنت سيدتي العاملة نزلت إلى العمل لك كما قال الشرع لك ذمة مالية مستقلة لك ذمة مالية مستقلة فلوسك لحظة ما كملتش كلامي أنا مش عايز كلام الكلام لو تقطع في نصه هيبوز أصلي دي عاملة ضقة كبيرة أوي أنا عايزة أقول اللي ليه وأقول اللي عليها أقول للست وأقول للراجل علشان الحلقات مش جاية وراء بعضها فهنقول النهار ده حلقة على الست أو لحق الست فنيجي المرة اللي جاية نقول حق الراجل هيبقى فيه مسافة فعايزين الأمور توصل كاملة طيب إيه؟ أنا دلوقتي كراجل في الإسلام ليه ذمة مالية مستقلة كما قال الله عز وجل في سورة النساء للرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبن إذن المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة طيب المرأة الآن عندها مالها الخاص هل يحق للرجل أن يأخذ منه شيء المال الخاص لسه ما جبت اشتريت الشغل لها مالها الخاص مثلا ورسة من أبيها عندها فلوس من أي جهة عندها فلوس قبل ما تتجاوز كانت بتشتغل هذا مالها الخاص وإن نكحها الرجل حتى العلماء يقولوا إذا سأل الرجل عن مال الزوجة فلا تزوجوه فهو سارق ده قبل الزواج طب بعد الزواج هي لها مالها لأن لها ذمة مالية مستقلة طيب أنا الآن دلوقتي عندي إشكال إيه هو الإشكال أنا عندي هذا الزوج له هذا الوقت والزوج بيقول لها ما تنزليش الشغل قالت له لا أنا هنزل قال لها خلاص لو نزلت الشغل هنبقى مصروف البيت هيبقى بالنص فاتفقا هذا الاتفاق يصير يسير إذا اتفقوا إذا اتفقوا يسير طب وإذا منعها من الشغل تمتنع إذا خد فلوسها بلطجة لا يجوز طب معلش يعني لما واحد متجوز واحدة وهي بتشتغل في الأصل جميع ومتفقين اللي هي تشتغل وبعد الجواز قال لها لا أعودي بقى ومش مأثرة يعني من ناحية مش مأثرة في البيت دايبة من حقه طيب هقول وبالله التوفيق أنا الآن يعني إحنا الأصل إن إحنا عايزين البيوت تلتأم مش تتفسخ البيوت لإن إحنا ممكن نقول كلمة النهاردة ما نعرفش مين اللي سمعها فياخدها فيترجمها بمزاجه بطريقته يقول لك آه ده مدام داليا كان معاها شيخ دوان وقاله كذا فتقوم نبني بيها بيت أو نهدم بيها بيت هنقول إن الأمور دي أمور يصطلح عليها الزوجان وتكون باتفاقهما حتى لا نحدسه فسخا في البيوت تمام يعني أنا دلوقتي لازم أوصل لحل وسط ما قدرتش أوصل لحل وسط هنجيب بقى حكما من أهله وحكما من أهلها يقضوا في دي بس آه يقضوا في دي بس ليه؟ لأن أنا لو قلت حكم عام دلوقتي ممكن تنهار علي بيوت وممكن تنبني بيوت بحسب اللي هيتلقى الكلام ويترجمه وإزاي هيترجم الكلام فماقدرش أنا على حسب فيهم بقى كل واحد يعني كده يترجمها فماقدرش تبقى فرقبتي طيب تمام عايزين بقى ندخل في الجزء التاني علشان الوقت بيجري معنا وهو المحلل أو المحلل المحلل ده واحد النبي يسمى صلى الله عليه وسلم قال العايزين أقول لكم مين التس المستعى ده يعني اللي بنأجره يعني المستأجر قالوا قبلها يا رسول الله قال المحلل عايزين تعرفوا مين التس المستعى ده المحلل هذا المحلل اللي النبي يسمى التس المستعف يعني لو مش هياخد غير الاسم ده والله يبقى هو كده ما يعملش الحركة دي خالص وما يسكتش سيدنا النبي على كده ويقول ايه لعن الله المحلل والمحلل له وبعدين انا عايز اسأل سؤال للسيد المشاهد وللسيدة المشاهدة هو انت حضرتك بعد ما اطلقتي ثلاث مرات عايزت رجع ليه يعني بيقولوا بقى بيبرروا عشان الاولاد والسلام من ده هو انت لما طلقتها المرة الاولى ما كانش عندك اولاد حضرتك طب لما طلقتها المرة التانية ما كانش عندك اولاد وربنا ما ادكش فسحة انك ترجحها مرة واثنين وثلاثة ولما جدت طلقها المرة التالتة ما فكرتش ليه في الاولاد اشمعنا بعد يعني ليه ما بنحسش بالنعمة الا بعد ما بتزول من ايدينا ليه انا تبقى معايا زوجة يعني انا الطلق ده تعتريه الاحكام التكلفية الخمس يعني الطلق قد يكون محرم محرم اه قد يكون محرم وقد يكون واجب اللي هو فرض يعني لازم اطلقها قد يكون محرم اذا طلقت المرأة من اجل الضرر حرام علي انا اطلقها علشان اضرها بس خلاص قد يكون مكروه طلق بلا سبب قد يكون مستحب تؤذي اهله يعني مراتي تؤذي ابوه وامي والداي طلقها مستحب طلقها مستحب لو بتؤذي اهله ايوة طبعا وده مش كلامي ده الكلام ده موجود في كتب الفك يعني انا مش جاي بكلام من كيسي مش من عندي نفسي لو بتؤذي اهله وهو مش عارف خلي بالكم بقى من نقطة دي اي زوجة بتفكر عشان فيه مشكل كتير او تؤذي اهل جزهة يستحبوا طلاقها يستحبوا شفتوا الفتوى دي جديدة انا اول مرة سبقها لا دوروا لا دوروا انتوا عندكم نتو عندكم الشيخ جوجل يعني الله كده هتدوروا هتلاق طب فضلت الشيخ دلوقتي جات لي زي مشكلة كده صغيرة ان في اتنين حصل بينهم كده وجابوا المحل ده المهم الزوجة بتفتخر اللي هي عملت كده عشان تحافظ على بيتها وايه مصير الولاد اللي بيجوا بعد الموضوع ده بص يا فنة هو اولا الزواج يعني شرعه الله عز وجل على التقديم انا كمسلم لما راح اتجاوز واحدة يعني احنا بنقولها في الفلاحين حتى باللغة الدرجة بنات الماس مش لهابة انا لما بيرجوز شارط الاسلام في الزواج ان يكون على التقديم يعني ايه على التقديم يعني يكون طول العمر يعني الديمومة الزواج المؤقت لا يجوز هذا زواج متح وهو محرم في ديننا محرم علينا ده عند الشيعة بقى كل دا لا يجوز الزواج المؤقت لا يجوز سواء كان التوقيت يعني سواء اتجاوزها يوم سواء اتجاوزها شهر سواء اتجاوزها عشر سنين المحدد بمدة المحدد بمدة لا يجوز هذا عقد بطل أصلا وده مش كلامي يعني حتى دار الافتة بتفتي بهذا الكلام دار الافتة المصرية تفتي بهذا الكلام وكل الفقهاء يفتوا بهذا الكلام اي زواج مؤقت لا يجوز عقد باطل عقد باطل وبعدين ده العقد الوحيد اللي سمى ربنا سبحانه وتعالى مفاقا غليظة ده عقد الزواج ليه لان عقد يبيح اللي استمتاع كل منهما بالاخر معلش يا فندم حضرتك انا باعد دلوقتي مع والي الزوجة زوجني ابنتك يقول لي زوجتك اقول له قبلت خلاص بقت حلالي ما كنتش قدر ابصلها يعني قبل ما يقول لي قبل ما اقول له زوجني زوجتك قبلت ما كانش كان حرام ابصلها يا فندم انا دلوقتي باستمتع بيها بجب منها ولاد فهذا العقد له اسس وقوانين في دين الاسلام لابد ان يكون على التأبيد ولابد ان يدخل الرجل بها دخولا حقيقيا ليس دخولا حكمية طيب نقول ايه بقى للناس اللي نسيين الدين خالص وعايشين في موضوع المحلل ده وعايشين فيه يعني يعني ان كنتي اصغر مني فتحين ان كنتي اصغر مني هقولك اسمعي يا بنت الحلال اذا كان طلقك ثلاث مرات وما فيهوش خير مالوش لازمة واذا كان العيد منك بقى انت برضو ما فيكيش خير منه وما التأمتوش فيعني يتجوزك حد تاني احسن وجواز حقيقي طب والعيال ما العيال ما انت مفكرتش فيهم وهو ما فكرش فيهم من الاول برضو تزواجي زواج حقيقي وانقضى الله عز وجل لعمر الزوج اللي انت تزوجتي زواج حقيقي يحل لك ان تتزواجي بغيري او انت تعودي لزوجك الاول وانطلقك رغبة عنه لانه لابد ان يتزواجها زواج رغبة زواج رغبة انا راغب في فلانة المطلقة انا عايز اتزواجها زواج حقيقي اقيم بي بيت اقيم بأسرة لا اصلا اللي بيحصل دلوقتي مش كده بيحصل اتنين ما اقولنا حرام اللي عيشة بتاعته ببقى دي زينة زينة انا بقول تيس المستعار ده سيدنا النبي اللي قال هو التيس المستعار ده بيعطب معلش للبحالة اللي بيجي يكتب الورقة ولا بالنسبة للزوج الزوج الجديد الزوج الجديد اللي هو لا وبعدين يا فندم حضرتك ما خديش بالك من حاجة نعن الله ده لعن اللعن ده يترتب عليه الخروج من رحمة ربنا اذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل منكم الجنة احدا بعمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمضين الله ورحمته انت متروض من رحمة ربنا انت منتظر انك تدخل الجنة ده مش الراجل بس اللي هو الزوج لا الزوج اللي هو الجديد قصدي لا والزوجين كمان الست والراجل الأدام ما هم دول المحلل له مش احنا بناخده عشان محلل له طب ايه رأي حضرتك ان سيدنا عمر بن الخطاب بقى قال ان لو جالوا حاجة زي كده هيرجمهم الراجم ده الراجم عقوبة زن زنة الراجم عقوبة زن يبقى ده مش حكم الموضوع شكله طويل كده والفكرة بتاعتنا خلاص خلفت ان شاء الله نكملها ان شاء الله بفكرة لا انا بس كل اللي انا عايز اقوله للناس قبل ما نمشي معذرة يا جماعة ما تدوروش يعني انا هقولها باللغة الدرجة مش لازم الفاس تقع في الراس عشان ندور على الحل صح مش لازم الفاس تقع في الراس مش لازم يحصل فيه مشكلة علشان ندور له على الحل من الاول نعرف علشان نتفادى المشاكل والاصلا يعني كلنا بنقول الوقاية خير من العلاج ما تستناش لما تحصل مشكلة ما تستنيش لما يحصل مشكلة وبعدين واحد اطلق طلق مراته ثلاث مرات يعني ربنا يديك في صحفين تاني هذا وصلى اللهم على محمد وعلى الى وصلى الله اسكر حضرتك ونطلع فاصل ونرجع نكمل فقراتنا